في القرن الأول الهجري شاب من طلاب العلم يذهب كل يوم إلى المسجد لتلقي دروسه الدينية سبحان الله وكأن الله قد خلق هذه التفاحة من أجلي وجعلها في طريقي لأسد بها جوعي لا، لا يمكن أن أكل هذه التفاحة قبل أن أستأذن صاحب القصر والبستان وإن لم يأذن لك ماذا ستفعل؟ هل ستموت جوعا؟ أموت جوعا ولا تمتد يدي إلى الحرام يا لك من ساذج هذا البستان به مئات التفاحات لن يشعر صاحب البستان بنقص تفاحة منها ولن يفقره ثمنها أما أنت فسوف تتقطع جوعا بدونها حقا إني جائع بشدة لن أصبر على الجوع أكثر من ذلك عاد الشاب إلى منزله وقد تخلص من شعوره بالجوع ولكنه لم يتخلص من شعوره بالذنب وفشل في النوم مبكرا كعادته ماذا بك يا بني؟ أنا بخير يا أمي ولماذا لم تنم حتى الآن؟ لتلحق بدروس العلم في الصباح الباكر أبك شيء يؤلمك؟ نعم ضميري يؤلمني ضميرك؟ ارتكبت ذنبا كبيرا لم أفعله طيلة حياتي ولا أستطيع النوم متى ارتكبت هذا الذنب؟ وأنا ذاهب إلى درس العلم أتعصي الله وأنت ذاهب لتتعلم أمور دينك؟ من لم يطبق العلم الذي يتعلمه فلن يفيده في دنياه أو آخرته كان صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحفظون آيات جديدة من القرآن قبل أن يعملوا بالآيات التي حفظوها بالفعل نعم أعلم ذلك حدثني إذن عن الذنب الذي ارتكبته أخجل أن أحكي لك شيئا ولكني أعدك أن أصحو مبكرا وأعمل المستحيل كي أكفر عن ذنبي هذا عهد بيني وبينك ويشهد الله عليه وكفى بالله شهيدا يا أمي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته قال لي الحارس إنك تريد مقابلتي نعم سيدي أنا شاب طالب علم مررت أمس بصور قصرك وقطفت تفاحة من فرع شجرة كان متدليا خارج الصور قطفت تفاحة؟ نعم كنت جائعا بشدة ولم يكن معي أي مال ولماذا جئت إلي الآن؟ جئت أعترف لك بذنبي وأطلب منك أن تسامحني فأنا أخشى أن ألقى الله بهذا الدم تعجب الثري من منطق الشاب لم يتوقع أن يؤنبه ضميره إلى هذا الحد لمجرد تفاحة أكلها بدون إذن صاحبها ولكنه لم يبح له بإعجابه بإيمانه وتقوى كيف سمحت لك نفسك أن تأكل تفاحة من بستاني بدون إذني قلت لك كنت أموت جوعا ولماذا لم تطرق بابي وتستأذني؟ هذا خطأي وجئتك الآن لتسامحني وتصفح عني لا أسامحك أبدا على أنك أكلت من مالي وأنا خصيمك أمام الله يوم القيامة الله أكبر الله أكبر يا سيدي انتظر يا سيدي أنا على استعداد لفعل أي شيء من أجل أن تسامحني لو أمرتني أن أخدم في بستانك عاما كاملا بدون أجر لا فعلت أرجوك لا تعطني عن الصلاة سيدي انتظر يا سيدي ذهب الثري ليصلي في المسجد وظل الشاب خلفه يتوسل إليه أن يسامحه صلى معه في المسجد ثم عاد كلاهما إلى القصر قلت لي إنك على استعداد لفعل أي شيء من أجل أن أسمحك نعم أي شيء إن لي ابنة واحدة وأريد أن أزوجك إياها تزوجني ابنتك؟ نعم هذا شرطي الوحيد للعفو عنك أراك صامتا ألم تقل إنك مستعد لفعل أي شيء تكفر به عن ذنبك؟ حقا ولكني غير مستعد للزواج الآن فأنا طالب علم وليس معي من المال ما يكفي لن أكلفك شيئا ستقيم هنا في بيتي وسأدفع عنك مهر العروس ها هل توافق على الزواج بابنتي؟ أم تلقى الله بذنبي إلى يوم الدين؟ أوافق على الزواج بابنتك حسنا وكما كنت أمينا معي في أمر التفاحة سأكون أمينا معك في أمر العروس ماذا تقصد؟ إن ابنتي عمياء وصماء وبكماء وقعيدة لا تقدر على السير يا الله كل ذلك في فتاة واحدة فكر في الأمر وسأنتظر ردك النهائي آخر الأسبوع ماذا ستفعل يا بني؟ هل ستوافق على الزواج بهذه الفتاة؟ العاجزة عن كل شيء؟ والله لا أعرف يا أمي إنه أمر في غاية الصعوبة عليك أن تذهب إلى أبيها غداً وتبلغه بقرارك أنا في ابتلاء كبير إذا تزوجتها فسأظل في عناء معها طيلة عمري وإذا رفضت الزواج بها؟ سيختصمني أبوها يوم القيامة أمام الله لأنني أكلت من ماله بغير إذنه ليس أمامك سوى صلاة الاستخارة صلاة الاستخارة؟ نعم لقد تعودنا أن نستخير الله في كل أمورنا تصلي ركعتين نافلة ثم تدعو الله بدعاء الاستخارة وتنتظر مشورة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن في زواجي بهذه الفتاة خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فقدره لي ويسره لي وأعني عليه وإن كنت تعلم أن في زواجي بهذه الفتاة شرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه وقدر لي الخير حيث كان ثم أردني به وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم هل صليت استخارة بنية أن تتزوج ابنتي؟ نعم وبماذا شعرت بعد الصلاة؟ شعرت براحة كبيرة وأحسست أن الله سيبارك لي هذا الزواج حتى بعدما عرفت أنها عمياء وصماء وبكماء وقعيدة؟ أرى أنه ابتلاء من الله فإذا صبرت أنا عليه سامحتني أنت على خطأي في حقك يا لك من شاب صالح تقي لم أرى في حياتي من هو في ورعك وصلاحك يعني ذلك أنك سامحتني على ذنبي في حقك؟ نعم ووافقت على زواجك بابنتي وستراها الآن لأول مرة إنها تجلس في انتظارك في هذه الحجرة دخل الشاب متوجساً من رؤية عروسه العاجزة القعيدة ولكنه فوجئ بها فائقة الجمال فقال في نفسه سبحان الله كل هذا الجمال وعمياء وصماء وبكماء السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله ماذا؟ تنطقين؟ نعم أنطق قد أجبت السؤال يعني ذلك أنك سمعته؟ نعم سمعته تفضل بالجلوس ترين أني ما زلت واقفاً؟ بالطبع أراك إنك تسيرين على قدميك وما لا أجب في ذلك؟ قال لي والدك إنك عمياء يعني لا أنظر إلا إلى الحلال وقال إنك سماء لا أسمع إلا الحلال وقال إنك بكماء لا أنطق إلا ما يرضي الله وقال إنك قعيدة لا أسير إلا في الحلال يا الله كان هذا اختباراً لي من والدك ونجحت في الاختبار والدي يحبني جداً وظل يبحث لي عن زوج يكون تقياً صالحاً يخشى الله وعندما جئت تستسمحه في تفاحة واحدة أكلتها من بستانه شعر أنك أنت الشاب الصالح الذي يبحث عنه لابنته منذ سنوات تفاحة واحدة تجعلني أفوز بفتاة مثلك بالطبع قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجة ويرزقه من حيث لا يحتسب صدق الله العظيم